موسيقى السلام عليكم وياكم سامر وحياكم الله شركة وان بلس طرحت تليفون وان بلس نورد بعد ما بهرتنا بواحد من أقوى هواتفها واللي هو الوان بلس ايت برو طبعا هنا جودة التصنيع ولغة التصميم عدوها مرة ثانية مع الوان بلس نورد الجهاز هنا يعتبر من الفئة المتوسطة وكأنما شركة وان بلس قاعد تراضيك وتقول لك ترى ما نسيت الفئة الاقتصادية ومخلين بالنا يمهي خصوصا بعد ما شفنا الارتفاع الأخير بأسعار أجهزة وان بلس سنة بعد سنة إلى أن وصلت إلى أجهزة الفلاكشب اللي عبرت لـ 800 دولار مع الوان بلس ايت برو طبعا اللي نزل الأشهر الماضية إذا تريد تتعرف عليه فاشوف الفيديو اللي موجود هنا على اليسار وترك لنا لايك بدربك النور دي جيب تصميم بريميوم من ناحية الإطار الألمنيوم والحواف الجميلة المنحنية مع ظهر زجاج القوريلا 5 بلمسة هواتف الفلاكشب الراقية من الشركة بوان بلس طبعا الانسيابية بالتصميم والكواليتي بالتصميم واضحة وما عليها غبار ولا عليها نقاش نهائيا وزن الجهاز هنا هو 184 غرام نوعا ما وزن جيد وما رح يتعب يدك كل شهوية وكحجم رح تقدر تستخدمه بيد وحده أغلب الأوقات بدون مشاكل الشاشة رح تكون هنا فلويد أوملت ديسبلي بحجم 6.44 إنش بتقنية الفول HD بلس تدعم الـ HDR بلس حتى تحسن لك تجربة الفيديوهات لمن خفضت الإضاءة وبتردد يوصل إلى 90 هرتز قابل للتغيير إذا لاحظتوا شاشة 90 هرتز بدأنا نشوفها بشكل أكبر بهواتف الفيئة المتوسطة وأكيد يرجع هذا الفضل للتطور المعالجات والألعاب اللي بدأت توصل إلى 90 فرايم و120 فرايم فبالتالي هذه الشركات لازم نجيب لك شاشة تحسن لك من تجربة الجرافيكس والسلاسة بالألعاب والتصفح حتى تقدر تواكب التطور اللي قاعد يصير بقطاع الهواتف وقطاع الشاشات التردد العالي رح ينطيق سلاسة عالية بالألعاب وتفاعل أسرع لللمس من شاشة الـ 60 هرتز المعتادة اللي موجودة بأجهزة الفيئة المتوسطة بينما كثافة الشاشة هنا هي 408 بيكسل بيرينش المفروض تنطيق سطوع جيد بالشمس النورد هنا رح يجي بكاميرتين سيلفي مكانهم بيسار الشاشة والحلو هنا الإطار اللي داير مداير الكاميرا رح يكون قابل للإضاءة أثناء الإشعارات نعم حتى يضيف لك لمسة فنية لجمالية الشاشة هو نفس الترند اللي شفناه بمعظم هواتف السنة الحالية مثل الـ Realme 6 Pro وإذا تباوع على النورد رح تحس شوية بشبه من الـ Realme 6 Pro وكأنما متشاركين بالتصميم من ناحية البودي وترتيب الكاميرات والميزات الثانية هذا الموضوع رح أحكي عليه بنهاية الفيديو زر الفاليوم رح يكون عندك موجود على جهة اليسار بينما الزر القفل مع الزر السلايد اللي تتميز بشركة وان بلاس رح يكونون موجودين سواء على الجانب الأيمن من التليفون من جوا رح يكون عندك منفذ الشحن مع الميموري كارد مع السبيكر لكن نرجع ونقول لكن مرت اللخ أكو مشكلتين أولها شعلوا لك منفذ الـ 3.5 في الأواكس فإذا كنت تدور على جهاز بهذا المنفذ فالنورد ما رح يناسبك والمشكلة الثانية منفذ الشحن رح يكون تايب سي الأصدار الثاني رغم دعم التليفون للشحن السريع لـ 30 واط هذا اعتبره بشوية رجع لي وراء كان المفروض يستخدمون الـ تايب سي الأصدار الثالث يعني الأصدار الثاني صار من التقنيات القديمة حاليا كون ساعات النقل هذا الإصدار أو الإصدار الثاني بطيئة بالتالي ما تخدم التطور السريع اللي قاعد يصير بقطاع التليفونات والذواكر وعلى طاري رجع لي وراء الجهاز ما رح يكون مضمن لمعيار مقاومة الماء والغبار الـ IP68 ولا رح يضفو لك الشحن اللاسلكي وهذا اعتبئه على شركة وان بلاس لأن هذه تعتبر من أساسيات الهواتف اللي نحب نشوفها بإصدارات وان بلاس أو غيرها أدري إنه وان بلاس كان عدى عقدة مع الشحن اللاسلكي اللي حلوها مع أجهزة الفلاكشيب لكن نتمنى نشوف الـ ويرلس شارجينج بأجهزة الفئة المتوسطة موجودة زر البصمة هنا رح يكون عندك مدمج بالشاشة توافقا مع الترند الحالي وماكو أي شي جديد الكاميرات رح تيجي بنظام الكاميرات الرباعية مرتبة بشكل عامودي وشغلة الترتيب العامودي اعتبره جزء من هوية وان بلاس اللي ما غيرتها من زمان وماشي عليه اللي حد الآن الكاميرا الرئيسية رح تيجي بدقة الـ 48 ميجا بيكسل وكاميرا الدبث رح تيجي بدقة الـ 5 ميجا بيكسل والكاميرتين الباقيات واحدة من عندهم المايكرو بدقة الـ 2 ميجا بيكسل واللي أشوفها صراحة صراحة ما لها داعي وما عرف أصلا ليش خللها 2 ميجا بيكسل ومايكرو ليشة اون بلس بينما الكاميرا الأخيرة هي ألترا وايد بدقة الـ 8 ميجا بيكسل وخلينا أكون صريحة هنا عدد البكسلات خلينا أقول عليه قليل مقارنة بباقي الهواتف من الفئة المتوسطة الكاميرا الخلفية رح تصور عندك 4K بـ 30 فرايم و 1080p بحد أعلى 240 فرايم وهذا رح يزودك بتأثير السوبر سلو موشن نزولا إلى 30 فرايم مع 1080p صور الكاميرا زينة مو أحسن كاميرا من ناحية الـ dynamic range ألوانها ما يلقى إلى البرود والكونترست اللي بيها قليل لكن الـ 48 ميجا بيكسل يعني هنا عندك كثافة بيكسلات عالية رح تنطيق حدة بالصورة غير الذكاء الصناعي اللي رح يتعرف لك على المشاهد ويحسن إلك من جودة الألوان الوضع الليلي المتوفر للكاميرا الخلفية والأمامية رح ينطيق صور شارب وبها إضاءة ممتازة للتصوير الليلي فإذا ما عندك مسابقة تصوير بهذه الكاميرا فالكاميرا مات النورد المفروض تسد احتياجك بدون مشاكل أما سيستم الكاميرا الأمامية فرح يكون بنظام الكاميرا الثنائي اللي هو دول كاميرا وحدة بدقة 32 ميجا بيكسل ورح تنطيق تفاصيل ودقة عالية وصور شارب والثانية بدقة 38 ميجا بيكسل بزاوية عريضة جدا اللي هي الألترا وايد وتدعم الـ HDR Plus اللي رح يوفر لك رؤية محسنة أو صور محسنة بالأماكن القليلة الإضاءة كتسجيل فيديو فالكاميرا الأمامية رح تسجل 4K ب60 فرايم نعم 4K ب60 فرايم و1080 بي ب60 فرايم و30 فرايم الكاميرات هذه رح تشتغل بحساس العملاقة السوني الـ IMAX 586 مع IOS و EIS كمثبت بصري متكامل وهذا ينطيق انطباع طبعا أن هذه الكاميرا رح تشتغل بشكل ممتاز بالمناطق القليلة الإضاءة لأن حساسات سوني معروفة بآداءها المتميز بالإضاءة من خفضة هنا شركة وون بلس خلت لك معالج السناب دراجون الـ 765 جي أصدار الأكستريم بدقة 7 نانوميتر مع مودم الـ X55 أو الـ X55 للـ 5G اللي رح يكون موجود بشكل منفصل هذا المعالج خلي ببالك يعتبر من الفئة المتوسطة وراح ينطيق توفير طاقة يعتبر أفضل من الـ X980 أو الكيرن 990 بأجهزة الهواوي من ناحية أداء البطارية بالـ 5G الـ 750 جي رح يشغلك لعبة بوب جي على أعلى أعدادات ويقدر يوصل إلى 60 فرايم بدون مشاكل بينما كبنشمارك فجاب نتائج مقاربة للهواوي النوفا 5 برو وفيفو Z6 مع الأسف الجهاز رح يجيب ذاكرة تخزينية من نوع UFS 2.1 بسعات تخزينية اللي هي 64 128 و 256 هذه الذاكرة خلي بالك أنها تعتبر أبطأ من UFS 3.0 وسرعة قراءتها توصل إلى 400 ميجا بايت بالثانية خلونا لن نستغرب لما نشوف هذا النوع من الذواكر بتليفونات الفئة المتوسطة لأن هذه الذواكر هي أقل كلفة من UFS 3.0 بالتالي لما يخلوها بالفئة المتوسطة هذا رح يقللهم من سعر التليفون بالتالي يقدرون يبيعوه بسعر الفئة المتوسطة أما كرام فرح يكون متوفر بعدة إصدارات اللي هو 6 جيك 8 جيك 12 جيك رام من نوع LPDDR4 واجهة أوكسيجينو البسيطة الجميلة المبنية على أندرويد 10 هي نفسها المتعودين عليها من ناحية وكمية الأشياء اللي تقدر رح تكون نفسها موجودة واللي استخدم وان بلس قبل رح يعرف أنه شركة وان بلس ما تحب تضيف أي أشياء أو أي تعديلات هواية على واجهتها وتحب تحافظ على لمسة الأندرويد الخام مع شوية إضافات هنا وهناك على واجهة الجهاز فإذا تشنت من الناس اللي ما تحب واجهة النظام الخام فما أعتقد رح تحب الوان بلس نورد كل هذا العتاد رح يشتغل عندك بطارية حجمها أربعة آلاف ومية وخمسطعش ميلي أمب ليش يا وان بلس ويشاشة تسعين هيرتز وفايف جي ما أعتقد رح يطلعك اليوم بشحنة واحدة على الأربعة آلاف ومية وخمسطعش ميلي أمب أو رح تحتاج على الأقل شحنة أو شحنتين حتى تعدي بيها يومك الجهاز رح يدعم الشحن السريع الكويك تشارج الفور بوينت زيرو من كوالكم بقوة لثلاثين واط وحسب كلام وان بلس البطارية ما رح تتأخر ورح تشحن من صفر إلى سبعين بالمية خلال ثلاثين دقيقة هذا على كلام وان بلس واعتبرها نوعا ما إذا صحيحة فهي سرعة ممتازة لهذا الحجم من البطارية شي لازم أحكي عنها قبل ما أنسى اللون يا جماعة الخير ينطيك لمحة الأضواء القطبية اللي هو البلو ماربل اللون السماء الفاتح مع تكسرات لونية روعة كلش حلوة ورح يجي بعدة ألوان منها اللون الأحمر واللون الرصاصي إذا نجي نحشي كإيجابيات جهاز فالجهاز أولا عندك تصميم أنيق اثنين عندك كاميرا جيدة ثلاثة عندك كواليتي عالي أربعة عندك شاشة 90 هيرتز مع الفئة المتوسطة وهذا شيء جيد بينما كسلبيات فبطارية قليلة أولا اثنين سعر عالي ثلاثة منفذ شحن 2.0 أربعة عدم وجود الشحن اللاسلكي نوعا ما الإيجابيات متوازنة مع السلبيات وهذا لا بأس به أما عن سعر الجهاز فراح يبدأ من 479 دولار للنسخة 128 وعشرين وثمانية جي جرام عندي شوية كلام ويا وان بلاس أريد أوجه لهم أولا أدري أنه هي ماركة بريميوم وبراند إلى قيمته لكن يا وان بلاس بعد شوية ضربين بالعالي من ناحية الأسعار للفئة المتوسطة خصوصا مع وجود الشركات الصينية والعتاد القوي اللي قاعدة ينزل بهذه السنة أتمنى من شركة وان بلاس إنها تعيد تقديراتها لأسعار هواتف في فئة المتوسطة لأن عندك أجهزة مثل الريلمي الـ X55G وعندك الشاومي وعندك الآيفون الـ SE 2020 ما عدا مودم الـ 5G اللي يضمن معالج العملاق اللي هو البايونيك الـ A13 هواتف تقريبا بنفس الإمكانيات إذا مؤقوى مع اختلافات بسيطة هنا وإهناك قاعدة تجي بأسعار أرخص بحدود الـ 420 دولار فإهنا يا وان بلاس عيد النظر بهذه الأسعب الجهاز جيد لكن ما اعتبره متصدر الفئة المتوسطة ويستحق لقب مدفعك الفئة المتوسطة فإذا يهمك السعر وبما أنه تليفون 5G وإنت كمستخدم عراقي إذا رح تشتري ما رح تحتاج أكثر من 4G فرح تقدر تشتري تليفون 4G بمعالج أقوى بعتاد أقوى من النورد بفلوس فيا وان بلاس ما رح تقدرين تنافسين بالسوق إلا لما تكونين قريبة من أسعار الأجهزة المنافسة حاليا بالسوق طبعا ما ريد أعلق على التصميم مثل باقي اليوتيوبرز وأقول إنه هذا التصميم مبيوغ إنه هذا التصميم مكرر لأن الصراح هذا ما لداعي هذا التصميم هو ترند حالي ومدن نشوف إحنا بس بالوان بلاس وإنما أغليبيت الفئة المتوسطة اللي موجودة حاليا بالسوق خلي نقول هذا التصميم هو التصميم الدارج والتصميم الموجود معظم الكاميرات تكون على اليسار وتكون بشكل طولاني وتكون الـ edges rounded وبها back and front glass هذا الشي طبيعي وما رح نتقطع بشركة وان بلاس وما عندي أي تعقيب عليه والرسالة الثانية الوان بلاس نتمنى يكون عندها فرع رسمي بالعراق ونتمنى نشوفها تتعامل مع السوق العراقي لأن أكو هواي الناس تفضل تليفوناتش يا وان بلاس ونتمنى نشوفها بالسوق العراقي فلهنانا رأيكم هل فعلا وان بلاس قلدت ريلمي واخدت تصميم ريلمي وهل الجهاز يسوى تشتري أو لا تونى رأيكم بالتعليقات وبدع رأيكم تونى لايك واشترك بالقناة وإذا دا تشوفني وبعدك من مشترك فيشترك حسة حتى توصلك كل الفيديوهات التقنية أول بأول كان معكم سامر